صدق أو لا تصدق صديقي هذا النظام كتب ونشر أكثر من 100 مقال في أقل من أسبوع وخلى جوجل أدسنس تقبل مواقعي بدون ولا أكتب ولا كلمة واحدة اللي رح تشوف اليوم صديقي ممكن نغير طريقة شغلك بالكامل لأنه نظام رائع جدا سيساعدك في العمل سيسهل عليك العمل ولن تحتاج إلى أن تكتب أي كلمة أهلا بكم أصدقائي أنا أخوكم فيصل من قناة الأرباح وفي هذا الفيديو سنشرح لكم خطوة بخطوة كيف تبني نظام ذكاء اصطناعي أوتوماتيكي تماما باستخدام موقع NNN والورد بريس سأريكم كيف سنقوم بإنشاء هذا النظام نظام رائع جدا يكتب أكثر من 20 مقال يوميا ينشرها ويجيب لك ترافك حقيقي جاهز مقبول لجوجل أدسنس كيف يعمل هذا النظام؟ أولا يقوم بأخفي المقالات الترندية المقالات المتعلقة بموقعك هذه المقالات سنقوذها عبر خاصية الرسس سأريكم الطريقة ثم سيقوم بعمل بلوك بوست احترافي بدون أي نسخ أو لسق سيقوم بإنشاء ملف كامل HTML وينشئ الوصف والURL كي يكون احترافي ثم عبر أي ايجنت الذي سيقوم بععادة سياغته بطريقة ممتازة كما قلت ثم طبعا من هناك سيقوم بإنشاء صورة احترافية لذلك المقال طبعا إنشاء الصورة سيكون عبر صيغة الصور الموجودة مجانا على الانترنت مثل المواقع التي تتيح استغلال الصور مجانا بدون كوبيرايت مثل موقع بيكسل صغير سيقوم بالبحث عن هذه الصور سيرفقها بالمقالة ثم سينشئ لكم إخوتي الكرام طبعا مقالة جاهزة ممتازة هذا مثال إخوتي الكرام عن الموقع الذي سيتم إنشاؤه موقع احترافي جدا ويعني في كل المعلومات التي يحتاجها الإنسان لينطلقه في التدوين والربح من التدوين خلينا نبدأ من الأول أول شيء سننشئ موقعنا مع بعض وأنا لإنشاء الموقع دوما أستخدم هذا الموقع وهو موقع نيمليكس الذي يساعدني في اختيار النيتش المناسب واختيار اسم الدومان الاحترافي فهنا سأكتب له مثلا اي بلوك يعني حتى يكون موقع تدويني خاص بالذكاء الاصطناعي وسأختار هذه الأوبشن براند مول نيم حتى يكون اسم سهل التذكر سأترك عدد يعني الكاركتر قليل ثم سأضغط على جينيريت وبفعل ذلك سيبدأ أوتوماتيكيا في اختيار طبعا الكيوردات المناسبة وأسماء النطاقات المناسبة كما ترى يعطيني يعني أسمي النطاقات ممتازة طبعا هذه النطاقات لن تجدها مجان لأن أغلبها تكون بروفيشنال ويعني سيكون سعرها غالي فدوما تبحث عنها في الاكستنشن دوت كوم اللي لم تجدها في دوت كوم ببحث في دوت نت دوت أورج دوت سي أو أوكي نهتي النطاقات وتبدأوا بالعمل عليها سنتواجهوا إلى الهوستينج واليوم أخوتي الكرام أنصحكم بموقع هوستينجر يقدموا حاليا تخفيضات ممتازة رائعة جدا بمناسبة نهاية السنة فلشيراء هوستينج سهل جدا ستضغط هنا ثم كليم أوفر ستجدوا الرابط أسهل في الديسكريبشن أيضا تختار الخطة التي تريد بالنسبة لأصحاب اللو باجت يمكن أن تختار هذه الخطوة يعني البريميوم كافية فسأختار هذه الخطة معكم هنا بالنسبة للمدة سنبدأ بـ 12 شهرا كي نتأكد يعني أن كل شيء تمام معنا ونجح كل شيء وهنا السعر كما طالع فقط 35 دولار لسنة كاملة فيمكنك استعمال هذا الكوبون الذي اسمه الأرباح ثم تضغط على أبلي هكذا سيتغير إلى 32 دولار يعني لمدة سنة كاملة انكلود طبعا الدومين وغيره فسأكمل هنا الشراء هنا بعد أن أتممت الشراء ونصبت عليه الورد بريس هذا هو البلوغ الخاص به طبعا سيكون بلوغ فارغ مجرد تنصيب يعني للأداة عليه أردتوا أن يكون كل شيء من الصفر حتى الأخوة المبتدئين يعني سألوني العديد من المرات يا فيصل نريد كل شيء من الصفر فهذا طبعا كل شيء من الصفر معكم خطوة بخطوة هنا سنضغط على خاصية WP Admin هكذا بعد أن نصبنا الورد بريس أول التعديلات لابد طبعا معناش قالب فلابد أن نضيف قالب جديد فهنا سأقوم بإضافة قالب هنا كتبت في خاصية السورش بلوغ فقط لأستعمل أي قالب مجاني موجود من الورد بريس لا أريد أن أستعمل قالبا مدفوعا حاليا رغم أنه عندي العديد من القوالب ولكن هذا فقط سيكون لهذا الشرح سأستعمل هذا القالب على سبيل المثال هنا أعطاني بعض القوالب الديمو الموجودة أوتوماتيكيا سأنصب أي قالب مهمش أنا أرى أنه القالب هذا يعني مناسب سأضغط على confirm وهنا سيبدأ في تنصير طبعا القالب الخاص بي هنا تم تنزيل الديمو يمكن أن نضغط هكذا visit site كي نرى كيف صار الموقع امتعنا طبعا هذه المقالات الديمو سنحذفها كلها لا تتركوها أخوتي الكرام لن نحتاجها اللي همنا هنا والمهم عندنا هو أن نبدأ في التدوين التلقائي فهنا طبعا بالنسبة لأخوة المبتدئين سيقولون لي يا فايسل لم تشرح هذه الخطة بالنسبة لخطتي طبعا التعديلات اللازمة يكفي أن تضغطها هنا على customize ويمكنك التعديل على اللوغو التعديل على الأقسام كل هذا بسيط فقط أضغط على customize هنا ويمكن أن نضغط على اسم الويب سايت الخاص بنا نغير هنا اللوغو نضع أيقونة للويب سايت أيضا حتى المنيو يمكننا أن نضع منيو جديد ونغيره أو نكتفها بالمنيو الموجود حاليا ثم نغيره أيضا حتى في المنيو في الأسفل يمكننا أيضا أن نضيف صفحات الهامة للقبول في جوجل أدسنس أخوتي الكرام لا تنسوا ذلك الصفحات سياسة الخصوصية وغيره أوكي الآن سنقوم بتركيبه على نظام الذي أنشأناه الذي سيتمكن من التدوين التلقائي هنا أخوتي الكرام لنستعمل الـ automation الخاصة بالـ N&N وتنصيبها هناك حلين ويمكن أن نذهب إلى موقع هوستينجل ونستفيد من العرض الخاص حاليا تختار أي خطة تريد أنا أنصحكم بالخطة 4-99 شهرين هذه كافية فيها 4 ميجا وحتى الثانية أيضا 8 جيجا يعني تكون جيدة طبعا كل إنسان حسب البجت متاعه فمثلا أنا سأختار هذا البلان ثم أستعمله طبعا في تنصيب N&N وأغيره اللازم يمكن أن أخذه يعني 12 شهرا وكالعادة يمكنك أن تستخدم الكوبون الخاص بنا الأرباح للاستفادة من الخصم أخي الكريم والحل الثاني بالنسبة للأخوة يعني المبتدئين يمكنهم استعمال موقع N&N نفسه والاستفادة بالـ 14 يوما مجانية لاستغلاله والعمل به فقط هنا يجب أن تتذكر البرايسينج لأن السعر هنا أكثر بكثير من السعر يعني المتاح على موقع يعني هوستينجر أنا شهريا 20 دولار كأقل خطة يعني فيعتبر أغلى شوية وفي طبعا حلول يعني نستعمل N&N على اللابتوب مباشرة إن أردتم أيضا سنشرحها فقط اكتبوا لي في الدسكريبشن وفي خانة التعليقات عفوا فسأقوم بشرحها لكم أخوتي العزاء أنا عندي طبعا استضافة السحابية على N&N فسأقوم بإنشاء فلو جديد معكم وسأريكم كيف سنعمل به أول شيء لن تحتاج عملا كبير فقط ستقوم بتحميل الملف الذي سأتركه لك في يعني قناة الواتساب مجانا كما قلت لكم هنا سنقوم بتحميله سنضغط على خانة أم بورت فايل بمجرد أن نفعل ذلك سيتم استرداد الملف كاملا هنا سنقوم بتكبيره قليلا حتى تفهموا كيف تعمل الخطوات به الخطوة الأولى وهي يعني جلب ملفات الأرساس وهنا طبعا ستستعملها حسب النيتش الذي استغليته أنا في حالتي اخترت يعني النيتش الخاص بيعني الذكاء الاصطناعي والتدوين في مجال التقنية وغيره أنت يمكن أن تغيرها بأي نتش تقني هذا سهل جدا فقط اذهب إلى شات جي بي تي واطلب منه بعض الأرساس للمواقع المعروفة يعني تقدم خدمات حسب النيتش الذي تقدمه مثلا طبخ أو تقنية أو تخفيض وزن المهم مش أي نتش ستعمل عليه في الخطوة الثانية طبعا سيصير لهم المرج يعني كي يقوم بجمعهم مع بعض وهنا يختار كل هذا لن تغيروا لن تحتاجوا تغييرات هنا سيقوم بعمل وهنا سيعمل فورمات لهذه المقالات وما ستغيره أنت هنا طبعا أخي العزيز لابد أن تضيف الـ 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 جميناي فعند إنشاء حساب لابد أن تنشئ مثلا هنا Create New Credential هكذا وتضيف الـ أبي كي الخاص بك بالجميناي هذا ستجده طبعا عند الدخول إلى جوجل وتكتب جوجل ستوديو ستضغط على خانة أبي كي ثم ستقوم بإضافة الأبي كي الخاص بك أنا لن أغير شيء لأنني أريدي رابط به هنا بالنسبة للمقالة فالمقالة أو الأي أجنت هذا سيقوم بسياغة المقالة حسب طبعا الـ نيتش الخاص بك فهنا يمكن أن تغيرها حسب النيتش الذي تستعمله أوكي هنا سيقوم بسياغة الـ خليني يكبرها شوية باش الناس كلها تشوف معنا هنا يقوم بسياغته بطريقة الـ عندما يكتب المقالة كما ترى الآن أمامك سيقوم بسياغة الـ وكل المعلومات اللازمة به لا تغير فيه شيء فقط ما ستغيره أنا ستضيف الـ كالعادة تخاصي به به هنا create slag عند title و المتا description كيف كيف لا تغير فيه شيء أخي العزيز لن تحتاج هنا تغيرات فقط تغيرات في الأول فقط كما قلنا الخاصة بالنيتش متاعك وهنا كالعادة تضيف جوجل جيميناي الخاص بك يعني الأبي كي متاع جوجل هنا نروح شوية على اليسار أوكي بعد أن ينشئ المقالة طبعا سيعمل لها مرج هنا وثم سيربط ذلك البوست مع بعضه أنت أيضا لا تغير شيء هنا لأنه ستكون في شكل data هنا سيقوم بتنظيف تلك data هنا أوكي ثم سينشئ الورد بريس الخاص بك هنا لابد أن تعدل ذلك حسب المقالة الورد بريس الخاص بك كيف ستفعل ذلك هذا سهل جدا ستضغط على create new credentials هنا ستقوم بعمل admin و password الخاص بالورد بريس ثم ستضيف طبعا اليوزر الخاص به سأريك كيف ما سنفعله هنا هنا خانة اليوزر سنضيف يوزر جديد هكذا add user واليوزر سنقوم بتعيينه ليس كسبسكرايبر يابد أن يكون administrator هكذا اخوتي الكرام تعطي أي password ستقوم بإنشائه للورد بريس وهنا تعطيه اسم اسم مثلا هنا بش نسميه admin أنت تسميه ما تريد هنا تعطيه الإيميل وليهمنا في ذلك بعد أن نضيف اليوزر ليهمنا اخوتي الكرام بعد أن أضفنا هذا اليوزر نضغط عليه ثم سنقوم هنا بعمل application password ليس الpassword الذي أنشأته في عمل اليوزر بل new application password هنا سنسميه مثلا nntn application ثم سأضغط هنا add application password وبذلك سيعطيني password سأستعمله طبعا في ال nntn هنا سأكتب اسم اليوزر هنا admin هنا الpassword الذي أنشأناه منذ لحظات وهنا url متاع الweb site متاعنا هذه نحذفها ثم save هنا يقول connection tested successfully يعني تم connection بنجاح هنا user أنا أحذره دوما بعد ال connection اختاره user ال application الباقي لا تعدلوه أتركوه كما هو نمر إلى الخطوات الموالية هنا أخوتي الكرام بالنسبة للخطوة الموالية كالعادة لا تنسى أن تضيف الجميناي الخاص بك كما شرحنا سابقا به هنا بالنسبة AE agent هنا سيقوم بصياغة الصورة فهنا طبعا قلت له أن يضيف بعض description متعلقة بتلك الصورة أو بالkey word المستهدف حتى يبحث في موقع pixel عن صور مجانية يمكننا استغلالها بهذه الطريقة في هذه الخطوة يقوم بتحميل تلك الصور على البلوغ متاعنا أوكي وبعد أن يحمل هذه الصور سيضيفها في البلوغ متاعنا فعادي جدا هنا أيضا سنغيره برابط الوебسايت الخاص بك هنا باش تضع الوебسايت الخاص بك أنت هنا وضعنا الرابط الوебسايت بالنسبة للأكسس ما تنساش كالعادة تختار الأكسس الصحيح أنا هوك سميته بالأسم كالأختي الوебسايت هنا تقريبا كل شيء تمام هنا نعمل لسيف بعد أن عملنا upload image هذا عدلنا تمام لا هذه لم يعدلنا الرابط نتاعنا كالعادة قلنا ديما نعمل الرابط هيك أوكي عشان يعمل الوебسايت نتاعها وكل عادة بالنسبة الأكاونت تختار الأكاونت متاعك فهنا social blog أوكي الباقي تمام يعني تعديل يعني جاهز هو تعملون به لا لا تراه يعني شيء صعب وتقول ما هذا لا طبق مثل ما أفعل الآن وستنجح صديقي أنا سنعمله save ثم سأبدأ في execute كما تلاحظ الآن بدأ يا أخي الكريم يعني في أخذ من الأنترنت ثم جمعها هنا هزها ل هذا هدفه كما قلنا ينشئلنا مقالة خاصة بنا احترافية مشتقة من تلقى المقالات ولكنها تكون حصرية طبعا هنا كما تلاحظ بعد أن قام بإضافة ذلك في الورد بريس يبدأ الآن طبعا في إنشاء أو إضافة الصورة وما يتعلق بها ثم هنا أضافة في المقال وهناك يقول لي كل شيء تمام يا فايصل لقد أنهى الإضافة وهنا كما ترى آخر يعني مقالة كانت هلا وورد فهذه هي المقالة الأخيرة أمامكم يعني أنشئت منذ لحظات هنا نضغط على وكما تلاحظ أخي الكريم هذه هي المقالة أمامك يعني حاجة احترافية جدا فيها كما تلاحظ أيضا عشان تسهل على اليوزر التعامل مع المقالة متاعنا وفيها كل المعلومات التي يحتاجها الإنسان وفيها حتى الـ FQ يعني ليكون كل شيء احترافي وكما قلنا منذ قليل حتى الصورة يعني تكون صورة متعلقة بالسيستم هذا مقالة ثانية يا أخي الكريم كما تلاحظ الآن أمامك أنشأته منذ لحظات وكما تلاحظ الآن في في كل ما تحتاج وما يحتاج اليوزر ليعمل بطريقة رائعة كما تلاحظ حتى يعني يعمل هذا أيضا احترافي ورائع جدا ويحبه جوجل ويساعدك في العمل وأيضا يعني الأسئلة الشائعة فهذا هو يعني جاهز لك حمله الآن مجانا وطبعا الناس المهتمة بالحصول على الفلو المتقدم الذي يقومه ليس فقط بنشر المقالة بل بإضافة صورة بالذكاء الاصطناعي بدون مصاريف الإضافية يعني مجانا ننشئها الصورة صورة متعلقة ثم يقوم بعمل أرشفة يعني لحظية في السحابية في جوجل ثم يقوم بالنشر على مواقع السوشيال ميديا فهذا يمكنه فعله بكل بساطة بطريقة أوتوماتيكية بدون أي تدخل منك أخي العزيز فيعني هذا هو حسابنا على الواتساب إن أردت الاتصال بناء للحصول كانت النتيجة الحقيقية المقالة يعني والمقالات صارت غنية بالصور والفيديوهات الزوار صاروا يبقون أطول في موقعي وجوجل أدسنس كما قلت وافقت على موقعي والعديد من المواقع التي أعمل عليها في أقل من سبعة أيام يعني شيء رائع واحترافي جدا وفي الحلقة الجاي أخوتي الكرام من سلسلتنا الجديدة I Money System سأريكم كيف ستقوم بجعل النظام يحول هذه المقالات إلى فيديوهات تلقائيا محتوى جاهز ومناسب للنشر يعني ستجيب لك أرباح إضافية عبر تضمين هذه الفيديوهات في المقالة إضافة صور وجعل المقالة أكثر احترافية فلو حاب تبدأ بنفسك كل الملفات والأدوات ستجدها في قناتنا للنشر عبر واتساب الرابط أسفل في الوصف نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة